موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مشاهدين الكرام لازلنا مع الأستاذ الدكتور علي محمد الصلابي عن المصالحة الوطنية نرحب وإياكم بأستاذنا الدكتور علي مرحبا دكتور علي أهلا وسهلا الحلقة الباضية وقفنا عند حديثك جلست مع السيد أحمد قذافي الدم والسيد علي الأحول والسيد عبد الحميد بزان كيف كانت الجلسة كيف كانت الأول لقاء وعلى ماذا اتفقتم وعلى ماذا اتفقتم بسم الله والسلام على رسول الله أما بعد طبعا هذا اللقاء الرسمي اللي ياخد صغة رعاية الدولة برعاية الدولة نفس المكان جهاز المخابراته نفس المكان نفس الطاولة طاولة واجده واجده ما شاء الله صلاة كبيرة الميوم وطبعا في لقاءات أخرى كانت في بيت أشرف شيحة رجل الأعمال المصري صاحب الهنوف كان فيها بكراع اللي ماسك عمران بكراع عمران بكراع وكان فيها محمد محمد العجيلي وكان فيها محمد اسماعيل وكان في مجموعات تأتي للفندق في النقاش وكذا يرتبوا فيها طبعا الأخوة المصريين وهؤلاء كانوا في اتجاه المصالحة كلنا نحكو عن المصالحة وعلى هدف المصالحة هو لقاءك به يدل على رغبة في المصالحة وكان أيضا تم ترتيب رقاء مع سعد الأصفر رقاء الجانبي يا أخوي عارف كيف كانت هذه كلها مصابة في اتجاه سعد الأصفر إلى اليوم في خط المصالحة في خط المصالحة لكن الرسمي اللي رعاة الدولة اللي خرج بمخرجاتك ما قلوا نحنا هو كان بالثلاثة اللي ذكرنا كلم الأخ أحمد وقال نحنا مش ممكن المصالحة نين تسلمنا جثمان القايد هونين تعمل مرسيم دفن تليق بمقامة وحارباتها 35 دولة بريالية وبعدين نخش في الخطوة اللي بعدها واللي كذا واللي خلي يعني هذه أولوية بالنسبة له يتكلم بهذه الطريقة هو يتكلم تكلم تكلم قلت لنا موقفنا الشخصي موقف الشخصي والدين والشرعي أني كلمت المفتي وقلت له مفروض جثمان القذافي يسلم لأهله وكان هذا كل وقت في تواصل عن طريق عبد الله عثمان وبعض الشخصيات من القذافة جوني في أحد فنادق القاهرة عن طريق أشرف شيحة واتفقنا أن شيخ القذافة يسلم لهم الجثمان ويدفنوه في سرط ولا في طرابلس ولا في هذا الحكم الشرعي تسليم الجثمان لأهله وهذا الذي تؤمن به وهذا الذي يؤمن به وهذا الذي مارسته هذا الذي قد صلت بالمفتي والمفتي وافق بعد مناقش معه وكلمت حتى بعض الشخصيات في المصرات قالوا نحن كلمنا مصطفى عبد الجليل لا لدينا شمانة بحكم أن الرئيس الشرعي يروه أن رئيس الشرعي وكلمت مصطفى عبد الجليل في هذا الموضوع مصطفى عبد الجليل قال للمجلس الوطني الانتقالي أخذ قرار أنا نراك قرار خاطئ أخذ قرار ماذا على سلسق فالجثمان في تلك الفترة أنا نراك قرار خاطئ وموص صحيح هذا موقفنا الشخصي وانت يا أخ أحمد إذا كان ونحن نراه رمز القائد وكذا قلت له ما الذي نراه قال زكا أحمد قال نراه رمزا أريد يكون له مراسم دفن وكذا حريص على وجود الجثمان قلت له بالنسبة لنا نراه أيضا وهو سبب في دمار طاغية نراه سبب في دمار ليبيا ودمار أولادها وأهلها وشعبها وكنا في هالمكان هذا وكنا نحاور ونتناقش من أجل قبل موتى ومن أجل رحيلة والوصول إلى كلمة سواء وحفظ العاصمة ومؤسساتها ولكن قدر الله ومشافعه ويبدو أنك يا أخ أحمد من البداية أنك أنت منكش ناوي على الصلح يعني كما نقول عليت السقف أنك مش ناوي على الصلح وكذا وكأنك أنت عندك نية صلح حقيقي خلي غير الليبيين تصالح مع بعضهم وتقوم الدولة وياخذ القضاء مجراه وبعدين ترفع قضايا في القضاء الليبي من أولادها أو من أحفادها وهذه أنا نراها قضية عادلة أولياء أولياء وأنا نرى عندي نظرة قدرية أخرى في الموضوع ومن يعمسه يزى به يعني كان النظام أخفى جثمان محمد بن علي السنوسي الله يرحمه لما كانوا الليبيين أو محبي الحركة السنوسية في السبعينات يجتمعوا في الجغبوب ويدلوا له في خاتمة القرآن كريم ويدعو له ويروحوا فأصبح تجمع مع الواقع كبير فخشي النظام أنه يكون تجمع سياسي ويشكل معارضة فأخفى جثمان الشيخ محمد بن علي السنوسي نهائيا فالجزاء وكذلك شهداء بسليم وقتلها أيضا شهداء بسليم وكان شهداء بسليم في المفاوضات بين النظام وبين أهالي بسليم يبو جثمان وكان بعض المسؤولين في الليبيين يقول تحول مسألة للقضاء فهذه ممكن تؤجل للقضاء إن كان هذه مسألة قدرية هذه مسألة قدرية كانت ذكي ولو كلب على الضفاف الدكتور كانت المرأة التي تخرج كل يوم سبت وفاقد أولادها وتدعو ربها يقول جعلناك يا قاتل ظنانة تموت وماتيق جبانا هذا يأذي من الأشياء القدرية أيضا من يعمسو يجزبي لكن من حيث الحكم الشرعي والذي ينبغي أن يكون يسلم الجثمان وإذا كان نحن نبغي مصالحة حقيقية وكذا نبغي تجاوزوا كثير من الأشياء بين الطرفين تجاوزوا عند الله الباقي سبحانه وتعالى لأن العدالة التامة والحاسمة في الآخرة وما يش في الدنيا أيوانا صحيح تمام طيب فقال طبعا قال هو شبع موت على الهوضاء أحمد قدافة الدم وحل الواطن تاعا أنه كان الحديث صاخن مش كيف ما نحكي نتوى بهدو صح فيه انفعال هذا أول لقاء طبعا كان فيه انفعال لكن لطيقنا به قبل أول لقاء كمفاوضات كمفاوضات ذلك لقاء السثناية عابر وقال وبدأنا كم نقوله في النقاش علي لحول الشيخ علي لحول قال نحنا بالنسبة لأحمد قدافة الدم نحنا ما جبنا الأخوة المصريين هم اللي فرضوا علينا طبعا واجل بدوي واضح واضح صادق شجاع قال لا ما نحنا لا جبناه لكن المصريين هم اللي فرضوا علينا فرضوا علينا في وسط المقابرات في نفس الجلسة كياهي وبالعكس قال المفروض للصلح والمصالحة وتتم الحديث في هذا الموضوع وعبد الحميد بيزان كان موجود وطبعا اليوم الأول كم نقوله نحنا كان نحنا الحديث نتعى المؤتمر الشعبي العام في الحديث في رفع الصوت والحديث الثاني كان كما نقوله نحنا حديث جماعة فبراير في على طريقة فانا بعد النقاش والحوار كنتنا نشوفوا عطوني فرصة انسيق بعض القيم وبعض المبادئ هذا كلها في الجلسة الأولى هذا الجلسة الأولى لا هذه الجلسة الأولى الجلسة الأولى كما نقوله نحنا كان فيها تفريغ وجذب يفرق يفرق ساعات طويلة يعني قادي سيدام لفظي كان فيها يعني فيه احترام فيه تبادل كل واحد يقول اللي هو مختنع به والله يستفز الآخر في الحديث والله كذا كله كان موجود لكن ما فيش مننا حد خرج عن طول الأدب والله طول الاحترام يعني في نهاية الأمر نحنا ابناء وطن واحد ابناء شعب واحد مختلفين في الرؤى السياسية في خياراتنا السياسية في اختلاف واضح يعني ابننا خرجناش عن طول الأدب حق لي الجميع يعني يعني كلما وإن كان فيه شدة في اللقاش والحوار طبيعي قال قلتنا ما نعطوني فرصة أنسيف بعض المبادئ بيروح إصلاحية جميل لا بيروح 17 فبراير ولا بيروح النظام الصفق وركزوا على مجموعة قيم بل كي نخرجوا بوثيقة مبدئية في هذا الموضوع بالفعل اليوم الثاني مشينت أنا تم يتعد مع سليمان بابشة ونتناقشوا في هذا الموضوع وتوصلت مع مجموعات من اللي نطق في عقولهم وفي أفكارهم وصغنا هذه العدالة والمصالحة الوطنية وثيقة هذه هذه وثيقة هذه اللي حاربها كثير من الناس في 16 نقطة في 16 نقطة حاربوها ولم يقضأوها سبحان الله كثير من الناس حاربوها ولم يقضأوها ولم يطلعوا عليها ولم يناقشوها سبف الإعلام وخيانة دب الشهداء تقديما للنايب العام بإني خيانة عظمى يفورد 17 برايرها سمعت ناس سياسيين والآن يتبنون المصالحة في القنوات هذا خائن هذا كذا السرعة وتعبية الرأي العام مش غير تعبية تعبية حتى الوالدة أي والله كلمتني يوم أذكى لا نساش بك قالوا كيف شو تبدي ترجع تبي كذا اليوم اليوم أذكى حتى النوم ما جانيش نتذكر بعدين في اليوم الثاني سبحان الله ربي ألهمها قالت لي يا وليدي إن شاء الله ربي يجيبها لك زينة ولي ترى فيه الخير لصالح للبلاد والعباد الديرة وأنا ندعي لك في ظهر الغيب وأنا كذا يعني تعبية وصلت في أعماق البيت حتى يعني أقصد مواقف ضغط اجتماعي هذا كبير جدا وضغط شعبي أيضا خاصة الذين يملكون المكينة العالمية فرصة الآن دكتور ما فيه يعني كانت عنيفة الحرب العالمية في تلك الفترة وفيها كذيب أيضا يعني قلت لي أنت على الأستاذ عليك لاني شيء من ضمن الأشياء أنا قرأت في أحد الكاتب بقال الذين حضروا معك أستاذ علي كيلاني الشعر المعروف وعنده برنامج الآن في قناة الجماهيرية ويدعو إلى أيضا المصالحة وقلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دائما يجيب في الحكايات ويستدعي في التاريخ القبائل ويدعو الناس للاستعاذه من الشيطان الرجيم ونحن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أستاذ علي وإن شاء الله رب يحقن الدماء الليبيين ويجتمعوا على كلمة نسوا فمن ضمن الحكايات المذكورة أن دخل الأستاذ علي كيلاني كان موجود ولما رأى دكتور علي الصلابي وقفوا ورفضوا أن يجلسوا على الممثل في فبراير وطلعوا وترك الجلسة فهل كان حاضر لا هذا كل من الأكاذيب وكل من الأباطيل ترعاها دولة هذه الجلسات هذه ترعاها دولة المصرية وحتى عقل علي كيلاني الذي أراه الآن في إذاعة جميلة تحدث عقله الذي تابع فيه أنا لا يفعل هذا الفعل بالأكس ويدعو لحقن الدماء واجتمعوا الليبيين والبلاد راح ورأوا نتيجة العناد والمكابرة أن مزيد من الاحتنام مزيد من الاحتراب مزيد من فقد الدماء مزيد من الثكالة واليتامة والأيامة والأرامل إلى وين سيصلون فهذه الوثيقة الحقيقة كشفت على سطحية الوعي حتى لدى الشعب لا بدكولش لدى الشعب لا 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 أقولك ليش لأنهم صدقوا كل ما يقال في الإعلام هم مش صدقوا ومبدأ المصالحة نفسه كان غايب على الناس بغير اليوم الفين وثمانتاشر اليوم ولقي الموضوع المصالحة كل الناس ستحدث عنه هم طبعا بعد نحن جعنا في اليوم الثاني جعنا في اليوم الثاني كان الشيخ علي لحول والأخ أحمد قدا في الدم وعبد الحميد بيزان كانوا دعمين بصراحة كان الجولة الثانية أفضل من الجولة الأولى بكثير طبعا علي لحول قال ما إذا في الدم نحن ما جبناش ايه قالك يقال الأخوة المصريين هم اللي فرضوا علينا الميهم نحن بديتنا في السياغة وشاركني فيها العديد من الناس وبعدين بدينا نناقش معهم فيه زيادة وفيه نكس وفيه كذا خرجنا بالوثيقة الحالية ميش موجودة في النتة هذه الوثيقة؟ مش عارف نظني موجودة مش موجودة منيش عارف يعني ممكن تكون موجودة ولا لا لا أدري يعني اليوم هذه الوثيقة التي لم يقرأ أنا في برنامج مع فتحي بن عيسى في العاصمة حول بعد مرجعة لطرابلس وصار جدل وصار كذا وعلى الهواء مباشرة وجمعة الأسطى كان دام لقط الحوار والمصالح أنتال أحمد قدام في الدام بشير الكوبتي كان ضد محمود جبريل كان ضد محمود شمام كان ضد الميوم كانت حملة كبيرة في تلك الفترة من ضمن الناس اللي دعمين كان من باب الإنصاف للحقيقة جمعة الأسطى مع أنه يعني هو يعتبر في نفسه خاصم سياسي بالنسبة لي والعاصمة يعني كذبت واجد على الشخص يعني وخصوصا في أحداث فجر ليبيا أنه اللي يقود في المعركة من ليبيا الأحرار من إدارة ليبيا الأحرار تقاد يجيب فيها على الشريط علي الصلابي مع أن فجر ليبيا قيدها السياسي واضع كانت العاصمة والدولية كان الفجر ليبيا القيد السياسي واضع مساهمين في تصريحاتها في مواقفهم والمؤتمر الوطني العام والقيادة العسكرية عن صلاح العميد صلاح بادي وكان عندهم أظن كل مؤتمر عسكري ولا صحفي يعني أقصد معلن ما كانش حد الثعلامي اللي هو السادة المدهدية المهم لكن عموما في الموقف هذا كان مع خط المصالحة الوطنية وخصوصا الحملة اللي جاءت من قبل الإعلاميين الليبيين ومؤسسات اللي يملكوها فجمعة قال لنا أنا مستعد أن تظهر في العاصمة وتحكي شي اللي صار قلت لنا ما عندي شمانة هذا كيف وجاء تهديد للعاصمة إذا خرج على لو كان على الهواء مباشرة اللقاء وجاء تهديد إن إذا خرج كيف نقوله يحن يقصبوها يعملوها كذا كذا أنا توكلت على الله وقلت نمشي في النهاية مساعي خير والواحد أجل إذا مكتوب لأنه يموت في اللحظة هذيك أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروجة مشيدة أصريت على الذهاب أنا طيب ومجموعة من قادة الكتائب خايفين أن يسي هجوم وشو كذا نكملها بعد الفاصل دكتور علي ذهابك لقناة العاصمة وكان محتوى البرنامج لأن هذه وثيقة تاريخية يعني جمع نصرهم عنه كما ترى هو خصم سياسي لكن كان يدعم في خط المصالحة بخلاف بعضهم اللي كانوا يظهروا الناس اللي في خط الثورة كانوا ضد المصالحة لاحظوا فاصل ثم نعود هو يرى أني خصم سياسي هو يرى هو يرى وأنت لا ترى خصم سياسي أنا نرى مواطن من المواطنين الليبيين من حقه يطرح فكرة وأراءه وإذا اللي يختار الليبيين أنا معه طيب بعد الفاصل مع ألوان الطيف الليبي من خلال صندوق الاختراع بيفاصل ونعود إن شاء الله دكتور علي مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرحبا بك دكتور أهلا وسهلا توكلت على الله وذهبتي لقناة العاصمة رغم التهديد بقصفة ووضع عراقيل لعدم ظهورك في قناة العاصمة لحديث عن موضوع جلسة مع أحمد قذف بالدم ودكتور علي الأحول موضوع المفاوضة للمصالحة في القاهرة برعاية الدولة المصرية ذهبت للعاصمة بسم الله والصلاة والسلام على وصول الله نعم طبعا نحن جلسنا في مصر تفاهمنا على 16 نقطة وكانت إيجابية ومجرد ما وصلنا للفندق الفندق بدنا نتغده ووضع بالأخبار انتشفت في المشارق والمخار هذا الإجتماع السري هذا الإجتماع السري والتلفونات بدأت تنهار وفي اللي يستفسر ومتغديت ولا وجدت على الغدا وكانوا وفي التسريب إنه كانت شخصية أمازيغية كاتبين الله الله هذا السيد سليمان أبابشا فأتوى يبيعه من الشخصية الأمازيغية اللي موجودة في المفاوضات بسكوا في قصة الشخصية الأمازيغية بيعفوها من هذه الميوم انتشر انتشر مع بهارات ومع أكيديب ومع افتراءات ومع اختلاق ومعه 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 وآلات الإعلامية للطرفين المحسوبين على سبتمبر والمحسوبين على فبراير وضد المصالحة وضد المصالحة ومقروش حتى القيم هذه وبدأت وكالات الأنباء تتواصل وتبي تفهم وتبي كذا أنا أدبيا دازني الشيخ مصفى عبد الجليل وهو رئيس المجلس الوطن الانتقالي ونبقى نصرع في الإعلام بدون ما نوصل للنتائج ولكذا حسيتها مش ما طلعتش تصرع عند لا ما صرحتش هذك الوقت وحتى لما جيت للطرابلس ما ظهرتش على طول نين جاء السيد المستشار من منطقة الشرقية وجاء للطرابلس وبعدين مشيت أنا للمفتي في بيته وقريت عليه المواد وش اللي صار وش اللي كذا وقيت له كان فيه شيء قال في الشريعة قل لي عليه قال لي ما فيه شيء خالف الشريعة وكلا الله يعني من حيث المبادئ من حيث يعني دعمك المفتي في الورقة اللي طلعت عليه في بيتها قال لي لا يوجد شيء خالف الشريعة تمام تمام ومشيت المصفى عبد الجليل وحددتها بالنقاشات وبالحوارات واعتبرها نتائج إيجابية وبعدها أنا طلعت في العاصمة بعد ما طلعت في العاصمة وبينت الموضوع هذا وكان فتحي بن عيسى واللي دير في الموضوع موجود حتى اليوتيوب هذا هذا موجود طبعا نحن الوثيقة ممكن تسألني عليها نقطة نقطة يعني مثلا دكتور الآن لما رجعت ليبيا واطلعت المستشار مصفى عبد الجليل حول النقاط يعني من ضمن النقاط الستة عشر تم اتفاق عليها التي لم يقرأها البعض وشنوا حربا عليها الأولى إقرار مبدأ العدالة والمصالحة الوطنية ووضع ثوابت له وطبعا نحن نحن قلنا فيه مقدمة قلنا إرساء لمبدأ العدالة والمصالحة الوطنية وحقاقا للحقوق وإقرارا لمبدأ المحاسبة وسعيا للوصول للمصالحة الوطنية وبتكليف من السيد المستشار مصفى عبد الجليل تم اللقاء في القاهرة للمناقشة والحوار مع أبناء الوطن المخالفين لنا في الرؤى السياسية والذين تم بيننا وبينهم اشتفاكات وقتال ودمار يعاني منه الشعب الليبي كله للبحث في كيفية الوصول للثوابت التي ترجع بالخير على الليبيين وتخفف المعاناة وتجمع شمل الليبيين في دولة العدالة والحرية والمساواة والقانون ننقشة النقاط المتعلقة بالعدالة والمصالحة الوطنية عن نحو التالي هذه وقت مبادئ النقطة الأولى هذه اتفاق عليها إقرار مبدأ العدالة والمصالحة والمصالحة الوطنية ووضع ثوابت له يعني هذا المبدأ هو مبدأ العدالة والمصالحة الوطنية هذا مبدأ أصيل كنا متفقين عليه جميعا ونضع ثوابت لهذا المبدأ جميعا النقطة الثانية العمل على الإصراع في تفعيل القضاء وتقديم المهتمين لأخذ الجزاء العادل وإطلاق صراع المساجين الذين لم يثبت عليهم التورط في أي أعمال مجرمة قانونا وإحالة القضاء المتعلقة بالقتل وانتهاك الأعراض وسرقة المال العام إلى القضاء لأي كان من أبناء الوطن المختلفين في الرؤى السياسية يعني من الطرفين من الطرفين لأن هذه قيم ومبادئ هذه قيم انتهاك عراض سرقة مال العام يحال لقضاء سواء كان من فبراير أو من سبتمبر أو بلد التي تثبت عليها التي تثبت عليها ما فيش حماية حماية ثورية إنما هو العدالة والمصالحة كما ذكرت طيب حق الأسر هذا النقطة الرابعة حق الأسر الليبية أو تحديد تحديد نقطة ثالثة تحديد المطلوبين للعدالة وذلك من قلال لجنة من أبناء الوطن المختلفين في الرؤى السياسية يشهد لها بالنزاهة والحيادية أن اللجنة مشتركة من فبراير من محسوبين على سبتمبر ويتم التي تثبت عليها عن طريق النائب العام القضايا تحدد وبعد يكون في عفو عاميا جميل هذا كان خطوة نحو العفو العام العدل بعد ذلك العفو طيب النقطة الثالثة حق الأسر الليبية في الرجوع إلى بلادهم وإرجاع ممتلكاتهم الثابتة لهم بالملكية الشرعية والقانونية ونحن على فكرة في موضوع السجناء سعينا ووفقنا الله سبحانه وتعالى إخراج العديد من طرابلس ومن بنغازي ومن مصراتا وإرجاع بعض الممتلكات وإرجاع سعينا بس على مستوى سلطان الدولة على مستوى العلاقات في تلك المصر وستديم أتأكد أن المصالح الحقيقية شيئا منها تحتاج إلى الدولة يتدبنها طيب النقطة الخامسة بهذه الكلام هضي ياهي شنو رأي الليبيين اللي يسمعوا الآن لو تحقق في تلك الفترة هذه اللي يسمعوا رأي من خلال الصفحة والموقع اللي إن شاء الله نتلقى من خلال الإطباعات على هذه الحلقات حق بصر الليبية في الرجوع إلى بلادهم ورجاع ممتلكاتهم هذا لا يختلف عليه إنسان تمام كمل النقطة الخامسة التأكيد على أن ليبيا للجميع ومحاربة الفتن والإقصاء والتهميش والتنابس بالألقاب بين كافة بناء شعب الليبي أنا دائما نقول أن لفظ الأزلام محرم شرعا لأنك أنت يستخدم لما نقول الأزلام بالإطاحة بالإطاحة والسهزاء والتنابس والتنابس وإذن الجردان محرم شرعا والطحالب والفيران محرم هذا مقال ولقد كرمنا بني آدم حتى الفئران حتى الفئران يمن قال الشوفين الفئران بالتالي هذا كله محرم ونوجة نظري أن اللي يكون في القيادة وهذه ألفاظها لا يليق أن يقود شعب صحيح لها قيمة ولها أصالتة ولها أعرافة ولها دينة ولها عمقة الحضاري والتاريخي بكل صراحة والله قال ولا تنابسوا بلا ألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون أي والله يعني أنت مدام استمر تقول أزلام بنية التنابس ونية الاستهزاء والصخرية أو تقول جردان أو تقول فيران أنت خلفت كلام الله سبحان الله مش كلام فلان ولا علان كلام الله المقدس كلام الله اللي قال الله فيه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صحيح وما ظنش نحن كاليبيين من جماعة سبتمبر والله فبراير والله مختلفين في القرآن إن كلام الله سبحانه وتعالى صحيح يعني النظام السابق القرآن شريعة المجتمع أيو الله وعقيدتنا في كلام الله قوية جدا مهما اختلفنا سياسيا أصلا شكالية في الممارسة لكن الآن الذكرة تنفع المؤمنين بارك الله هذا نحن أكدنا أن التنابس بالألقام بين كافة أبناء الشعب يجب الابتعاد عنها في كل القنوات الإعلامية في الإعلام في القادة السياسيين في المواقف في المواقع التواصل الاجتماعي هذا هو موجود اليوم للأسف يعني وهذا ما يخلقش مصالحة وهذا تذكير كما ذكرت بارك الله فيك النقطة السابقة هذا كذا ذكرت التاريخ قلت كم سبع وعشرين كم هو السبع وعشرين مايو في 2015 تقريبا الفين وكم بالضبط اللقاء اللقاء سبع وعشرين مايو في 2012 2012 2012 2012 2012 يعني كم هذا في 2012 هذا يطرح وبرعاية مصرية وعلى ممثل للمجلس الوطني الانتقالي مصفى عبد الجليل وشخصيات مرموقة كيف علي الشيخ علي الأحول دكتور الشيخ علي الأحول صحيح وشخصيات سياسية نافذة في النظام السابق يعني في تلك الفترة فشنو وشنو اللي شغفتها وما زال وقت مبكر سبحان الله وكانت في استطاعتنا لو كان في نعمل الهدوء والرؤية للمستقبل اللملم هذه الجراحات ولا انطلق ببر الأمان بهالوطن والجيل القادم يستقر أكثر لكن كل العناد ومحاكات والجهل أيضا خلينا نستمر في النقاط حتى يعرف الناس ما حقيقة النقاط التي تم الاتفاق عليها ثم يستدعو الذاكرة من من حارب هو يحارب في ماذا يحارب في شخص ويحارب في قيمة والإشكالية هنا دكتور لأنه شخصك تبنيت هذه النقاط وصحرك الله سبحانه وتعالى فهم يتركون الفحوة والمضمون وهذا بعيد عن موضوعية خلينا النقطة السادسة دكتور نحن يهمنا يهمنا الناس تفهم الحقيقة حتى لا يدلس عليها ولا يراهن على على نسيان الشعوب أو ذاكرة الشعوب ونسيان اللحدة هذه وثيقة تاريخية لابد أن يعرفها هل ننطلق للنقاط ونترك للمتلقي يحكم هل جلوسك مع أحمد قذف الدم والدكتور علي لحول لإرساء المصالحة الشاملة والانطلاق بها بليبيا هل كان صوابا أو كان خطأا من خلال هذه الوثيقة النقطة السادسة دكتور ذكرتم اتفقتم عليها معاملة الأرامل والأيتام في ضحايا الحرب كمواطنين ليبيين طبعا من كل الأطراف من كل الأطراف والعمل على رفع الضرر المادي والمعنوي عن كل المتضررين وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية والإعلان الدستوري نحن ذكرت مسلمين تقاتلوا الآن يصالحوا يصالحوا ما فيش حاجة اسمى طبقة ينأس 17 براير شهداءهم والتنين لا ما هم شهداء ولا نينهم كذا كلهم متعامل الليبيين كلهم كيب بعضهم وهذا كله في 2012 الأرام الليبيين كلهم كيب بعضهم الطرفين أي تاب الليبيين متعاءة من القتل الليبيين كلهم يعني نينها قتال بين المسلمين أيها الله وفق الرؤية الشرعية صحيح هذه كانت واضحة وصلنا إليها بقناعة تامة نعني على ذلك الوقت نحكي فيها أن هذا قتال لا تأصيلها الشرعي كما تعرف أنت وحاولنا نحطها في الوثيقة ويكون أصل من الأصول لأنك إنت لو تقول لا الأرام فبضاء ويتامهم لكن الآخرين هذا ضمن هذا الضغلبة وهذا فرض ظلم وموش عادل وخذوش عن المحتوى الحقيقي لفكرة المصالحة أصلا وضوح المصالحة الوطنية طيب النقاط الثانية نكملها الحلقة القادمة دكتور مشاهدين الكرام حتى ألتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر